نواصل من قطعة من حديث عن نظريات تطور الشخصية واليوم نتحدث عن نظرية إيريكسون وذكر إيريكسون أن الشخصية تتطور من خلال ثمانية مراحل هي مرحلة الرضاعة ومرحلة الطفولة ومرحلة الرجولة والرضاعة قسمة إلى مرحلتين رضاعة مبكرة ورضاعة متأخرة والطفولة قسمة إلى ثلاث مراحل طفولة أولية وطفولة متوسطة وطفولة متأخرة والرجولة كذلك قسمها أيضا إلى نفس الثلاث مراحل إذن في الرضاعة مرحلتين مرحلة أولى ومرحلة ثانية في الطفولة ثلاث مراحل طفولة أولية وطفولة متوسطة وطفولة متأخرة وفي الرجول قسمها إلى ثلاثة مراحل طفولة متوسطة طفولة أولى وطفولة متوسطة وطفولة متأخرة إذن ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهذه هي الثمانية مراحل وفقا لريكسون وحدد لكل مرحل من هذه المراحل سن معينة فذكر أن الرضاعة تتدرج ما بين السنة إلى ثلاثة سنوات ومرحلة الطفولة تتدرج ما بين أربعة إلى عشرين سنة ومرحلة الرجولة من عشرين سنة فأكثر هذه هي المراحل لريكسون وفقا لهذه المراحل الثمانية اختلف مع فرويد في أن الشخصية تتجمد عند البلوغ لأننا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن سيجمون فرويد يرى أن الشخصية تتجمد عند البلوغ بينما إريكسون يرى أن الشخصية لا تتجمد عند البلوغ باعتبار أن الإنسان لديه مراحل أخرى مثل مراحل الشباب والرجولة كلها تكون بعض البلوغ فبالتالي تتطور شخصيته ويتوقف نجاح الإنسان الفرد في التاقلم مع كل مرحلة مما يؤدي إلى تطور شخصيتي وأي شيء خلاف ذلك يعيق هذا التطور وينتج عنه الضغط والقلق والقلق النفسي وهذا ما وددت أن أذكره في هذه المحاضرة نلتغي إن شاء الله في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته